معالي وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينة شبيب أهلا ومرحبا بك أهلا بك أهلا شرفتونا بدءا معاليكي حابين نتحدث عن حركة النقل بين العراق والأردن في ظل الظروف السائدة حاليا داخل الأراضي العراقية يعني الظروف إن شاء الله سائدة وليست دائمة يعني إحنا بهمنا إن شاء الله وهذا لمصلحة الأردن قبل ما تكون مصلحة العراق إنها تكون الأمور إن شاء الله ترجع لسابق عهدها ويكون في حركة طبيعية اعتيادي لأنه زي ما بتعرفوا يعني الحركة نشطة التجارية ما بين البلدين وبهمنا هذه تتعزز وتقوى وتكون كمان فاعلة بطريقة أكثر حتى من السابق هذا يعني إنه كمان محافظة على ديمومة واستمرار النقل ما بين الأردن والعراق وإحنا بهذا الغرض يعني حتى قبل الأحداث الأخيرة اللي هي في العراق من في نهاية 2014 كان فيه سماح للشاحنات العراقية بالدخول فارغة إلى الأردن وهذا استثناء ترى ما بنعمله إلا لأخوة في العراق لأهمية كمان الحركة التجارية لمصانعنا لشغلنا للتجارة وكذلك الاستفادة كمان من ميناء العقبة بحيث يكون أحد المعابر اللي يتم استخدامها للعبور إلى العراق عبر الأردن طبعا من خلال بوابة العقبة فهذا الاستثناء يجدد كل ست أشهر ورح ينتهي في آخر تجديد عملناه في 36 وإن شاء الله إحنا ماشيين في نفس المسار ورح يتم تجديد العمل والسماح للشاحنات العراقية بالدخول فارغة إلى الأردن بهدف التحميل وذلك زي ما حكينا لرفض سواء الصناعة الأردنية أو التجارة وبالتالي خدمة أخوانا في العراق في المقابل كمان يعني إحنا في عنا قطاع هام اللي هو قطاع الشحن الأردني اللي هو ضرر بصورة كبيرة وكان زمان إنه يعني العراق هو منفذ وكان أصلا الحركة الأكبر هي حركة الشحن ما بين الأردن والعراق إحنا شو بنعمل حاليا كمان إنه استمرارية عمل الشحن الأردني من خلال تفعيل العمل وتسهيل إنجاز المعاملات في منطقة اللي يسميها ساحة التبادل إيش بمعنى ما معنى ساحة التبادل لما بتوصل الشاحنة الأردنية لهذا الموقع يتم تبديل الحمولة من الشاحنة الأردنية إلى الشاحنة العراقية ولهذا السبب كمان تم تزويد الساحة بأجهزة إضافية تعزيز الكوادر اللي موجودة بحيث إنه ما يكون في فترة طويلة تأخذ عملية التبديل وكمان تم اتخاذ بعض الإجراءات داخل الحدود الأردنية بهدف فصل مسار حركة الشاحنات القادمة إلى الأردن زي الشاحنات اللي حكينا يسمح لها بالدخول الفارغة من تلك اللي بتم عليها التبديل حاليا الحركة متوقفة خاصة مؤخرا حدثت عمليات تفجير تبنتها جماعات إرهابية لا هي مش متوقفة ولكنها أقل مما كانت يعني أحيانا قد تصل إلى 30% إلى 40% وأحيانا قد تكون إلى 20% مما كان سابقا بالنسبة للشاحنات يعني ولكنها مستمرة مستمرة في بعض المعيقات بتحد يعني حتى عملية التبديل ساعات العمل على المعابر الحدودية بتحدد من عدد الشاحنات اللي كانت التي تخدم حاليا مقارنة في السابق ما عليك هل لدى الأردن مخاوف من توقف حركة النقل بين العراق والأردن خاصة مع بدء عمليات تحرير الأنبار والمنطقة مليئة بالعصابات الإرهابية والأوضاع الأمنية غير مستقرة فيها يعني إحنا بنتأمل يعني من أخوتنا في الجانب العراقي يعني يكون هاي من الأولويات اللي بيشتغلوا عليها إنه إدامة عمل وفتح الطريق أمام السير وأعطاء هذا الموضوع أولوية على باقي المواضيع يعني ما عندك ممر دولي الممر الدولي يؤمن ومن ثم يتم الانتقال لأغراض أخرى وهذا حتى يعني شيء يعني مهم سواء للجانب العراقي أو للجانب الأردني يعني أكيد إحنا بنتوقع أن يكون في بعض المعيقات اللي قد كمان تؤدي الانخفاض إلى مزيد من الانخفاض ولكن إن شاء الله أملنا في الأخوة العراقيين هم يتجاوزوا هالمرحلة وإن شاء الله ما ينعكس ذلك سلبا بشكل كبير على الحركة التجارية ما بين البلدين كان هناك مقترح لدى الحكومة الأردنية للحكومة العراقية الأول هو بفتح طريقين الأول لدخول الشاحنات عن طريق الجانب العراقي إلى ساحة التبادل التجاري والثاني لدخول الشاحنات إلى الأراضي الأردنية لتسهيل نقل البضاع هل وافقت الحكومة العراقية على هذا المقترح؟ يعني هو التنصيق زي ما حكياني ساحة التبادل هي ساحة ما بين البلدين فهي المنطقة المحايدة خلال نحكي فبالتالي هو الهدف منها عملية الانطلب من الجانب العراقي أن يكون فيه مسربين يعني على الحدود العراقية وهذا تم التوافق عليه من خلال زيارة من وزارة الداخلية العراقية إلى الأردن بحيث يكون فيه عنا مسرب مخصص لحركة السير الداخل للأردن وآخر لساحة التبادل وهذا فيه توافق عليه يعني لم يكن هناك خلاف عليه لأنه هذا هدف منه أنه تسهيل الحركة يعني كان فيه بعض شكاوى من الأخوة الصناعيين في الأردن أنه أحيانا فيه طوابير طويلة في الجانب العراقي وإحنا نتفهم طبعا الأوضاع الأمنية وفيه حرص لأنه التأكد أنه ما يصرش فيه ممارسات خاطئة وقد يكون هذا السبب ولكن كمان إحنا بهمنا مراعاة الجوانب الأمنية وكذلك تسهيل الحركة ما بين البلدين وكان هذا حتى اللي حكيت عنه سابقا فيما يتعلق في الشاحنات ومواصفاتها تم جراء بحثها والتوافق عليها من خلال المعنيين في كل البلدين في حال تم إغلاق معبر طرابيل هل سيبحث الأردن عن طرق بديلة لنقل البضاع الأردنية إلى داخل الأراضي العراقية؟ إن شاء الله لا يغلق هذا في بداية لأنه تعرف المعبر مجهز يعني للتعامل مع الشحن ولكن لكل حادثة حديثة زي ما بقولوا يعني إن شاء الله ما نوصل لها المرحلة ولكن إحنا بهمنا ديمومية الحركة والنقل ما بين البلدين ومش رح يكون يعني إغلاق إن شاء الله إذن بصير رح يكون إغلاق مؤقت وليس دائم وإذا وإذا لا سمح الله يعني لازم يكون دائما في بدائل والبحث عن البدائل دائما متاحة إن شاء الله معالي وزيرة النقل الأردنية الدكتورة لينة شبيب شكرا جزيلا لك على هذا الحوار شكرا لكم شكرا لكم